وإلى الشحر بحث مدير عام مديرية الشحر الأستاذ عادل بعكابة ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحة لحضر موت عمر الجفري مشكلات المياه في المجرية والحلول المقترحة لتعزيز القطاع وكشف الجفري عن عمل المؤسسة على تنفيذ عدد من المشاريع لتحسين خدمة توزيع المياه في المجرية والمناطق التي تعاني من نقص أو انقطاع في التمهين كما كشف عن توجه المؤسسة لإدخال بئر جديدة في حقل الموجة وإصلاح بئر المقدرة وتوفير مولدات كهربائية لضمان تشغيل الأبار في حالة انقطاع التيار الكهربائي مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة كمية المياه وتقليل الفاقد ترجمة نانسي قنقر